بعد كل حالات الفساد اللي تم كشفها والحديث عنها وبالأرقام وأمام الناس وتحت قبة البرلمان صوت البرلمان على قناعته بأجوبة وزيرة الصحة أحد أعضاء مجلس النواب يقول الأسئلة قدمت والأجوبة كانت مهنية ودقيقة وتفصيلية وأكد النائب عن التحالف الوطني أحمد الأسدي اقتناع أغلب الكتل السياسية بإجابات وزيرة الصحة عديل حمود وأضاث أن العمل الرقابي للمجلس لا يأخذ شكلاً انتقامياً وهل ننسى انتقام وزارة الصحة من المواطنين المرضى اللي ماعدهم العلاج الكافي بالمستشفيات هل ما يحصل من واقع حال متردي وتراجع مستمر في الخدمات الطبية المعدومة هو هدية للشعب أم انتقام هل النواب استمعوا جميعهم إلى أجوبة الوزيرة إذا نصهم ما حضروا الجلسات إشلون صوتوا على القناع بالأجوبة المقدمة وهل النواب يمثلون الشعب العراقي المظلوم اللي يموت بالمستشفيات ويدفع الرسوم اللي هي عار على الحكومة أن تخليها عبء على الفقراء في ظل تخصيص المليارات للوزارة اللي بدورها تروح تشتري بها شحاطات هل النواب يمثلون الشعب العراقي لو يمثلون قادة أحزابهم وكتلهم يعني النائب اللي يقرر لو قائد الكتلة مات هو اللي يقرر بقاء وزيرة الصحة أو أي وزير آخر فاسد في منصبه عواد العوادي قال التحالف الوطني قد صفقه على حساب الشعب العراقي وأكد أنه راح يقدم جميع الوثائق المتعلقة بفساد وزيرة الصحة عديل حمود إلى القضاء وهيئة النزاهة ومنه سنعرف أنه لا نزاهة ولا قضاء راح يجيبون حق المواطنين والمرضى الراقدين بالمستشفيات أعضاء مجلس النواب استخفوا بالفساد وما حافظوا على القسم والعمل الرقابي اقرأ علي صورة الفاتحة لأنه انتهى ومات من زمان أخوان الوزيرة ملازم أول علي حمود والملازم أول علي سلمان اشتروا أحبار ومواد طباعة باجات دخول الوزارة بمبالغ عالية جدا تقريبا ثلاث أضعاف القيمة الحقيقية وإجراءات بخصوص تسرب بعض الباجات للشركات مقابل مبلغ من المال رغم وجود اعتراضات على هذه الأسماء والبرلمان اقتناع إهمال السيدة الوزيرة وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار التهاب الكبد الفيروسي والتسبب بزيادة أعداد المصابين بالمرض نوع بي سي عالي الخطورة وتسبب بوفاة العديد من المواطنين فضلا عن التعمد بعدم توفير اللقاح المطلوب بالرغم من وجود مناقصة وشراء الشحاطات بملايين الدنانير وشراء صناديق المخلفات الطبية بمبلغ 4 مليون دولار و300 ألف وشراء أثاث بمبلغ 23 مليون و700 ألف دولار والبرلمان اقتناع شلون ما أدري لكن بطبيعة الحال أي مقصر ينفي مسؤوليته عن التقصير كما نفت السيدة الوزيرة وجود أي إهمال بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالكبد الفيروسي وبررت شراء الشحاطات بأنه نوعيتها مميزة ومضادة للبكتيريا والصعق الكهربائي ناهيك عن المخالفات الإدارية بالضوابط الخاصة في توزيع ذوي المهن الطبية للمحافظات وإلغاء أوامر التعيين بالمحافظات وإعادة تعيينهم في بغداد وكل هذا بسبب وجود الفساد المالي بالتعيينات وخصوصاً ميسوري الحال والمحسوبية والمنسوبية بالتعيينات والولاء بدون تشكيل لجان مختصة أو الإعلان عن الدرجات رغم اعتراض ديوان الرقاب المالية وإصرار الوزيرة على مخالفة تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تحديد عدد السيارات والحماية لكل وزير وقيام الوزيرة بصرف مبالغ مالية كبيرة للمحروقات وتصليح السيارات وتنسيب الحمايات خارج المقرر مما يكلف الميزانية مبالغ طائلة تصل إلى أكثر من 40 مليون والوزيرة تقول أن يحتاج هذه السيارات لكثرة جولات التفقدية الميدانية بالجبهات ومخيمات النزوح وضمن مسؤولياتي أريد أسأل نازح فديوم شفت وزيرة الصحة إجتكم زارتكم في جولة تفقدية فديوم شفتوا أي مسؤول آخر إجا وشاف حالكم وطلع على احتياجاتكم وكذلك الوزيرة تعترف أنه السيارات مالتها يرادلهم مصاريف تصليح ووقود تصل إلى أكثر من 25 مليون دينار عراقي بالسنة وتركت مواد التخدير اللي المستشفيات العراقية بحاجة ماسة إلها وش كم طفل وش كم مسن وش كم مرة كانت محتاجة إلى مواد التخدير من أجل إجراء العمليات اللي هم بحاجة ماسة إلها ولكن بالنهاية ما أقول شي بس أقول طلعت منها مثل الشعرة من العجينة وظل البيت لم طيرة وطارت بي والباقي أن تكملوا بالأيام الجاية من تروحوا للمستشفيات وتشوفون وضعها وحالها التعييس ومدى حاجة المرضى إلى مواد التخدير عندي طفل عمره ستة شهر أتعرض حالة حرق المويل صاخر المويل الصاخر أنه أثر على جسمه رأساً أنا نقلته كإجراء صحي رأساً نقلته لمستشفى مدينة الطفل وين ودوا؟ ودوا للردها غلب الردها يصرخ والله يصرخ مثل الطير يصرخ مثل الطير خمسة أيام متتالية إلا أنه سبب له فشل كلاوي وأنا عندي هذا الطفل الوحيد الطفل الوحيد أفوض أمري إلى الله 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 على وزيرات الصحة السحالية بالعمليات وتسلقني على محلول سكري واحد ابني راح يموت بسمزم المحلول السكري مدينة الطنمانية محلول السكري يا ناس يا عالم